سبع الخير اما تال خير حسب الوقت اللي هتشوفني فيه برج الجوزاء يلا نبدأ اكرا. اه طاقت برج الجوزاء حاليا. اه طاقت ان هو طاقتك انت اه خد قرار او بتاخد قرار عايز تاخد قرار بسرعة جدا طريقة يعني سريعة شوية. اه انت حاليا سعيد بانجازاتك او سعيد بالشيء اللي عندك او مكتمل عموما يعني عندك عاجات هلوة كتير. ممكن تكون كنت في علاقة اه في علاقة انفقت. راح كل شيء منها. وانت رايح ترجع العلاقة دي كاني اعتقد. عايز ترجع العلاقة دي ممكن. نشوف. طيب اه نشوف مشاعر الشريك. مشاعرك انت. نظريتك. اه نظريته ليك. ونظريتك انت لي. نظريتك اللي علاقة ونظريتك انت كمالي. سوريا الخطوة اللي انت هتاخدها. وخطوة اللي انت هتاخدها والخطوة اللي هو ياخدها. طيب. برج الجوزاء الجميل. فيه ايه بقى? علاقاتك ومالهم. اه الشريك يا برج الجوزاء بيتوازن حاليا. بيوازن ما بين عقله وقلبه. ممكن يكون اه اندفع معاك في العلاقة عموما. انت كبت برج الميزيل وتتعامل مع برج الهوائي. اه اندفع معاك. حاس ان هو اندفع. فقال اوقف وجمد مشاعر شوية. وقال اتوازن احسن. واعمل ما بين العقل والقلب. وممكن يكون اه العلاقة بازت. فبيعمل توازن في حياته تاني. بعد ما العلاقة بازت. اه وانت طبعا عايز تروح تجيبه تقريبا. نشوف دل وقت اللي بيحصل او هتاخد قرار. شوف بقى القرار ده ايه يعني? هي مشاعرك عموما اه انت بتدافع عن نفسك او بتحني قلبك. ده معنى ادق. يعني هو اه العلاقة دي اه حالية مش موجودة. ما فيش ترواصل. فهو بيتوازن وانت بقى بتحمي قلبك من اول وجديد. اه ده شخص بيحط لنفسه بيحط للناس التانية حدود. ما تجوش انا. ما يعني قلبي يقول لك قلبي في ايه دي ما حدش يجي جنبي. خلصا. فهو بيوازن نفسه بعد اللي حصل. وانت بتحمي قلبك تانية برج جوزاء. الفكرة برج الجوزاء. من ابراج اللي بتحمي قلبك جدا. جدا. في فئة منع بتحمي قلبك اصوتي. اه 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 بزات الفئة التالتة. بتحمي قلبك وتخاف من الحب على فترة. فاعتقد ان انت بعد ما العلاقة واسط بتحمي قلبك او. في سناريو تاني. ان انت. آآ عايز تركع العلاقة تانية برج الجوزاء. عشان كده رايح اهو. رايح. ورايح. وهيبقى فيه بينك وكلام والشخص ده هيكلمك بيهدوء جدا على فكرة يعني هو هيقولك واحد اتنين تلاتة اربعة وخمسة بيهدوء جدا وهيوازن ما بين عالو وقلبه في الكلام انما انت هتبقى مندفع شوية برج الكلام يعني انت تقريبا هو اللي قطع للاقة هو اللي فجر العلاقة كلها وعمل البرج المنفجر ده هو اللي عمل العلاقة وجري وراح بقى يتوازن مع نفسه وقالك هو بقى مع نفسه فانت بقى هتكلمه واحتمالك تديله كلام اللي هو انت هالي عمل كده انا وانا 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 واخ فتقريبا يبقى فيه كلام او انت نفسك يبقى فيه كلام حازر اضيع الكروت بس عشان تبقى وربعة وضعفنا تمام طب هو نظريته لك ايه نظريته ان انت شخص بص بقى اعتقد كده ان انت كنت قافل مشاعرك عنه او ميديله وش خشبه لانه هو مش هو ممكن تكون كانت علاقة اعجاب لنجدت تسع كوبات تقريبا من تسع او تسع ما اكتملتش للعشرة كانت علاقة اعجاب او كانت علاقة في الاول خالص ممكن او انت باخر تعليف كلمة بحبك مثلا حرفان برج الجوزاء بياخد اوووو عالتفكير يا لهوه ده لو هيتصل بواحد بواحد يقولها زيك هياخد ستوشور تفكير فانتج يعني هو حاس ان انت بص مركبه الوشة الخشب اللي هو انا راجل انا راجل ما عنديش قلب من الاخر انا مجمد قلبي انا راجل ما عنديش قلب يعني مش قال لك خلص شكرا او انت بقى انت لو بنتي طبعا عن كلمة انت قولت يعني حسيتي ان شخص اللي معاك ده شخص من جمد قلبه قوي فاتكلت على الله اا ما عنديش قلب وبيفكر دايما بعقله بس فيش قلبه خالص وجمد مشاعره وعليت من السلام ولو كنت في علاقة طبعا يعني الشخص ده جمد المشاعر دي لو هي علاقة مش علاقة اعجاب ولا هي حاجة فانتو حصل بينكو اخناقة او عديتو فترة نروض المشاعر وما بقاش فيك كلام خالص ولا بقى في مشاعر كل واحد بقى لبس الوش الخشب للتاني وقعد فهو شايفكم انتو البستول الوش الخشب وانتو شايفينو ان هو مكتئب بقى وخط جمب وما فيش مشاعر ما بيزهرش المشاعر وشايفينو لو انتو في علاقة شايفينو ان هو بطل يديكم المشاعر ما هو انتو البس بسه جرود ده شخص اا زعلان اا او عموما يعني مش شايف الكوبايتين اللي وراه وزعلان على ثلاث كوبايات في كوبايتين وراه يعني ما بص على الكوبايات اللي وراك لا زعلان على الثلاثة اللي قدام وانتو وانتو شايفينو ان هو مجمد مشاعر اعتقد ان انتو اتخنقتوا مع بعض ممكن فهو زعلان على يعني مش زعلان انتو شايفينو ان هو ساب كل المميزات اللي في العلاقة وبص على طلال كوبايات وسب كوباياتين يعني ممكن يكون انتو عصبيين مثلا فبص على العصبية وساب ان انتو بتحبوه ساب ان انتو سبرتم معا ساب ان انتو وقفتوا جنبه كتير قوي قوي سابت كل ده ورمى ده وبص هنا ممكن تكونوا بتتعاملوا مع برج الحمل طبعا والميزان اهو ولسه في ابراك ترابي طبعا واسد لان كذا برج اه ابركة كتير اهي اه اي تاني فلو هي علاقة اعجاب في الاول فانتو في حد انتو الاتنين من جمدين مشاعركوا وفي شخص اه يعني لو هي علاقة اعجاب ففي شخص منها ميشي وطار فهو شايفكم ان انتو لابسهولو الوشق خشم مش نافعين في حب ولا نافعين في حاجة وانتو شايفين ان هو شخص ساب كل المميزات اللي حصلت ومسك في كلمة ان انا اتأخرت عليك في ان انا اقول لك بحبك او في ازهار مشاعركه مثلا يعني هو بص النقطة دي واساب كل حاجة علاقة اي احنا صحاب وبنتكلم مع بعضه وبنروح ونيجي انت سبت كل ده ومسكت في ان انا ما قلت لكش بحبك او اتأخرت مثلا فروحت انت مفجر بقى الدنيا وروحت موازن مشاعرك ووازنت بين عقلك وقلبك واخدت القرار بالمشي وسبتان انا يا عام اغرق بقى فانتو الاتنين متساوين يعني فانتو الاتنين متساوين عموما الحلو بقى خلالموضوع ده كله يقول لك الحلو بقى عندنا في بلدنا ان هو عايز الخطوة الجاية يستقر وعايز يستقر معاكو انتو لان هو شايفكو انتو لاستقرار خلي بالكم يعني يعني هو او موازن او موازن وشافكو انتو الاستقرار يا برب الكوزان شافكو ان انتو الاستقرار كل انتو لو انت كمان تتنفعي الزوجة تنفعي تبقي معاك تنفعي تبقوا مع بعض وتبتدوا على قحي طبعا لو فيه انفصال يبقى هيجع وبيفكر يرجع ويستقر بقى ينتقل بقى من اعجاب بقى الحب حب الخطوبة وهو 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 وانتو كمان شايفين ان هو حد لزوز قوي يعني هو ده الشخص اللي انا مبسط معي مش علاقة سلاسية لا انتو شايفين انو هي اا ده ناس مبسوطة هو ده الشخص اللي انا بفرح معي ده الشخص اللي انا مبسوطة معي عشان كده برج الجوزية انا بقول لك اهو لو انت اللي هتروح ترجع ممكن تكون انت اللي عايز ترجع لان انت بص انت واخد قرار اهو انت عايز اهو انت عايز برج الجوزية انت عايز تنبسط انت مبسوط على فكرة انت شايف ان العلاقة دي متكاملة جدا لو هو شخص انت اللي ضيعته يا برج الجوزية الشخص ده اتأخرت عليه في انك تقوله بحبك وهو جمد مشاعره عليك وانت شفته وانت شايفه ان هو ساب العلاقة وساب كل حاجات الحلوة اللي في العلاقة ومسك في ان ان انت اتأخرت تقوله بحبك فانت شايف الاستقرار يا برج الجوزية وانت تتحكش على نفسك وانت عايز تيجيه بسرعة تجري تلحق ولو هو اللي هيقدم العرض فانتو هتلحقه بسرعة جدا هتاخدو العرض و هتستقبله بسرعة يعني الواحد جيه قالت مساء الخير وحشتيني انت كمان والله تعالى بقى نرجو فهو شايف كله مش محتاجة توطيح يعني انا مبسط مع بعضينا وابسوه الكلبين هنا كاتل ده بحبه قوي يعني هو في الاستقرار كله تعالى هو شايف العلاقة ازاي شايف العلاقة انها علاقة قضرية علاقة ان هو ده الحكم الاله هو ده يقولك دي كلمة ربنا ده 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 الطرف الاخر بتاعي العدالة العلاقة دي هي دي العلاقة الصحة يعني متقلقوش على فكرة ممكن يكون لو فيه زعل بينكم بس هو شايفكم ان انتو انتو الشخص القدر انتو العدالة بتاعة ربنا الشخص ده بيحبوكو على فكرة بس هو هو شايفكم ان انتو مجمدين مشاعركو شوية عشان كده وازين بس برغم ده كله رمون لا هو شايفكم انتو القدر بتاعه انتو كمان بصوا بقى الكارتين بمعنى واحد على فكرة فيه كروت كده بتكمل المعنى للكارت التاني انتو كمان شايفينه الصوميك بتاعكو بصوا اهو 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 يا جماعة اهو استقرار كله انتو شايفينه الاستقرار وهو واهو شايفكم الاستقرار وانتو شايفينه الكوباية هي هي يعني ده النص التاني هو شايفكم انتو النص التاني وانتو كمان شايفينه النص التاني مش هندحك على بعض انت شايفني النص التاني وانا شايفك النص التاني. برغم اللي يحصل بقى الدنيا تضرب تقلب تعمل لي برج مفجر نترمي من فوق البرج انا معالي. والله ابدل نسيبك. هنموت مع بعض ونقلت مع بعض. فهو لو هيقدم مصالحة او انتو بقى ممكن تكونوا انتو اللي ادخارتو عليه فانتو شايفين السلم اللي بتاعكم. طيب المصيحة بتاعتك ايه بقى? اخرج من مخاوفك يا برج الجوزاء. كرتب الكارك كتير جدا على فكرة الايام دي. انت انتزع علينا على فكرة. وبص. وبتوجه لنفسك اللوم كتير. ده شخص بيوجه لنفس اللوم. وهنا شخص بيحمي قلبه. متحميش قلبك يا برج الجوزاء. سيب قلبك. سيب قلبك وانطلبك. وعشان انت مستنيك انبساطك. مستنيك عدد حلول. ده السلميك بتاعك. ده الشخص ده الشخص اللي انت هتكمل معا ان شاء الله. ما تدفعش عن نفسك. ما تحط لهش حواجز. انت حاطط له حواجز. فهو شايفك بص انت حاطط له حواجز. بتدافع عن قلبك. بتطرده. يعني هو ممكن يكون شخص بيقدم لك عرض. وانت اللي عامل لنفسك الليلة دي كلها. حاطط لنفسك العصيان دي. وبتقوله ما تقربش هنا. وبعدين ترجع تزهر. طب انت تزهر ليه بقى برج الجوزاء? يعني انت هو لما بعد وبدأ يستقرف مشاعره. وقال خلاص هو هو عمل للوش الخشب ومش بتاع حب ومش بتاع حاجة. طب سلام عليكم السلام. ليه انت بقى بتعمل كده? عايز تلحقه. ليه بقى? ليه من الاول? يعني هو شخص بتراع عن ايه? عنده حق. لو انت صدرت له المشاعر دي فهو عنده حق. فاخرج بقى من الليلة دي كلها. اوكي? وقدم عرض جديد. يلا انطلق بقى قدم عرض جديد. وروح صالح. او لو جالك عرض اقبل. اقبل وما تتلكعش زي ما بيقول. واخرج من المخاوف دي انت فيه مخاوف في دماغك. وبيتواجه اللوم لنفسك. لو الشخص دي برج الجوزاء انت ضيعته من ايدك. اه يعني مسلا كان فيه اعجاب وبعد كده هو مشي. ما توجهش اللوم لنفسك. ما تقعدش تقول ما انا لو عملت بقى لأ بص اتحرك. اتحرك. يلا اخرج من هنا واتحرك. اركب حصانك وروح. ما تقخرش. ما تقعدش تقول لا. طب لو قمت بحبك هيقبل. طب لو مشاقها هيقبل ما لكش تدعو. لان لان هو شايفك الاستقرار كله. شايفك حاجة حلوة قوي. قوي. شايف انت شخص المسائل. انت القدر. انت القدر بتاعه. وانت كمان شايفه كده. ليه بقى العطلة دي كلها. ليه بقى كده? ليه كده? ليه ليه الحوار ده? دايما برج الجوزاء قرأته غريبة شوية. طيب. الناس اللي مبتعدة عن بعض. مبتعدة عن بعض يعني بقول فترة ستة شهور سبعة كده. سنة ممكن. بيمكلمش بعض. مشاعره ايه حاليا? واناوي على ايه? مشاعره ايه حاليا? شخص المفتاحة. برج الجوزاء. وانا على ايه? هناخد من النص مشاعره. وان هنا نوي على ايه? اه. انا بتعامل مع حد برج الجوزاء على فكرة. وعملاله بسكة كمان. ده معناها بلوك. وانا فعلا حاليا هادية جدا على فكرة. بزارة طبتي لتلاتة. ممكن تكون طقة تانية يعني. اه هو حاليا اه في في راحة تامة خالص. مش معنى ان هو مش فاكرة. لأ. هو بياخد استراحة هدوء ما بعد العصيفة. اه تب ناوي على ايه? هو حاليا قافل على مشاعره. اه ما بيفكرش. اه يعني بمعنى اضاقة كده. بيفكر في اللي حصل عموما. بيسترجع الشديد بداخل العلاقة من الاول خالص. وبيشوف بقى غلط في ايه? مغلطش في ايه? اعمل في ايه? اه برضو بتيجي بمعنى لو حد اعمل حد بلوك. اه يعني ممكن نغصرها اكتر شوية بس هو ناوي انه هو يفضل في المرحلة دي. ده بلك الكروت دي بتكمل بعضها بس عشان ما ننسيت اقول لكم علومات دي. الكروت دي بتكمل بعضها. ناوي يقفل على المرحلة دي شوية. مش يقفل الموضوع. لا. يفضل كده شوية.